أخيراً وبعد عمل دام عشرين سنة تحقق حلم صناعه بأن يخرج فيلم الفارس والأميرة للنور أول فيلم رسوم متحركة طويل من إنتاج عربي الفيلم وهو سعودي مصري يعرض الأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجون السينمائي ميزانية الفيلم بلغت نحو ثلاثة ملايين دولار بداية فيلم هو بداية صناعة صناعة الرسوم متحركة في العالم العربي لذلك هو تأخرنا فيه لأننا نبني كل شيء نبني الفنانين وخبراتهم بحيث تطلع إلى مستوى يكون مقبول عالمياً نبني خبرات الناس الذين يعملوا المنتاج نبني خبرات الموسيقى كل ذلك لكي يطلع فيلم صالح للرؤية عالمياً رسومة حركة نحن ممثلين ليس محركين فكنت بحولهم من محركين أنيميترز عاديين على الورق إلى فنانين ممثلين على الورق أنه إزاي يمثل الشخصية ويخلها تتفاعل مع المشاهد فكل الحاجات الإزادية لما كوننا بها خبرة في الفيلم ده اللي نقوله الأجيال اللي جاية الفارس والأميرة يتناول قصة تاريخية عن محمد بن قاسم الثقفي الفارس العربي ذي السبعة عشر عاماً الذي حرر نساء وأطفالاً من أسر قراصنة المحيط الهندي الفيلم كتبه بشيري ديك ورسم الشخصيات فنان الكاريكاتور الراحل مصطفى حسين الشخصية فيها بطولة وفيها عالم الهند والسند وكذا فيها فرصة كثيرة أن نحن نعمل أسطورة أفلام رسومة تحركة بتعتمد بشكل أساسي على الأسطورة وبتكلم عن القيم الإيجابية وبتكلم عن الشرف وبتكلم عن أخدبالك فيه الأسطورة فيه المرحمة فيه الخيال فيه الموسيقى قام بالأداء الصوتي للشخصيات مجموعة من النجوم منهم متحد صالح محمد هنيدي ودنيا سمير غانم سمر بشات العربية أجونا